المنا بيبدأ في عالم السعادة والعجائب واللي معرفش إيه العالم ده فهو عالم السنافر المثنفرة والسنافر كانوا عايشين فيه ومبسوطين جداً وكمان كلهم شغالين على قلب سنفور واحد علشان هي هزر حفلة مهرجان الأمر الأزرق بس ربنا رزقهم بسنفور غبي لا أنا ما بشتموش هو اسمه غبي فعلاً وكل حاجة السنافر بتعملها أو بترتبها وهو كان بيعمل بأصله وبيدمرها وما كانش بيجي من وراء أي راحة ولما حاب يدخل للاحتفال رفض ودخلوه وهو ده مش من فراغ ده بسبب تصرفاته اللي مفيش منها أي راحة فمشي وسبهم وهو زعلان علشان بيتجنبوه قال يعني الوض مظلوم قوي وفي نفس الوقت اللي هما بيحتفلوا فيه شرشبيل كان بيخطط إزاي هيقدر يوصلهم هو وقضته لأنه عاوز يستخلص منهم مادة السعادة الزرقى اللي هتساعده في إنه هيبقى أقوى ساحر في الكون وبابا سنفور قاعد في مختبره وكرر إنه يسنفر تعويز السحرية تعرفوا المستقبل مخبئه فاتصدم لأنه شاف السنفر بتاعته وما بيتعرضوا لخطر كبير بسبب السنفور غبي وفي نفس الوقت السنفور غبي وصله وقال له أنا محدش بيحبني واسمح لي أساعدك في التعويز اللي بتعملها وعرف إن بابا سنفور محتاج نوع معين من الفطر فقال له هراح أجمعه لك بس بابا سنفور منعه وقال له الفطر ده قريب من قصر شرشبيل وأنا اللي هروح أجمعهم بكل سرعته ولأنه غبي راح لمخبئ السنافر وهو شرشبيل وراه وبسببه شرشبيل عارف مكان مخبئ السنافر وهجم عليهم وكل السنافر خافت وبدأت تسنفر بحياتها وتهرب يمين وشمال وشرشبيل شغال تدمير فقريتهم لحد ما بابا سنفور طلب من السنفور مجنون إنه يضرب جهاز الأنذار فشغل السرينة ببقع علشان يهربوا كلهم للغبة بسرعة ويروحوا للمخبئ الثاني بس شرشبيل شاف بابا سنفور فساب كل السنافر وبدأ يطرده لأنه هو ده الرأس الكبيرة بس بابا سنفور كان نصح شوية وعارف يهرب منه وكمان غفله لأنه كان مجهاز له فخ ولبسه فيه والفخ ما كانش سعل لأنه كان جزع شجرة وكل السنافر جريت الغابة إلا السنفور غبي كان مصمم إنه يبقى غبي ومشي من طريق تاني مع إن فيه يفطى أكبر منه بتقول له لا تتبع الطريق ده يا غبي المهم إن بابا سنفور شافه فخد مع مجموعة السنافر ورح وراب سرعة علشان يرجعوه لأنه رايح لمكان اسمه الشلالات المحرمة بس للأسف كان وصل خلاص للشلال وكمان وقع بس بسرعة مسك في جزع وأنقذ نفسه وكمان السنافر نزله بسرعة علشان يمسكوه ويطلعوه بس للأسف الشلال عمل فجوة أو دوامة غريبة وبدأ يسحب كل حاجة جواه لحد ما سحب شلة السنافر دي وهو أشر شبيل أنقذهم بس رفضوا أنقاذه وهو بابا سنفور قرر ينط في الشلال أفضله والسنافر لقوا نفسهم وصلوا لعالم غريب بالنسبة لهم ومرعب ومليان حاجات مصدومين منها وطبعا ده يبقى عالم البشر ومع كده تقبلوه بما أنهم أخيرا سيخلصوا من شرشبيل بس شرشبيل ما سابهمش ونط وراهم وأول ما شفوه هرب بسرعة مع أنهم مش عارفين بيهربوا فين ولا رايحين فين ولا جايين منين بس هم كانوا بيهربوا وخلاص ومع كده ما سرموش من قط شرشبيل اللي كان يمسك سنفورة بس هربت منه بعد ما كان شعرها فسابها وترور الغبي بس برضو ما قدرش يمسكه لأن الغبي واقع في صندوقه في الشارع وبالصدفة باتريك صاحب الصندوق ده وصل والقط خاف منه هرب وباتريك خاد الصندوق وركب تاكسي وقبل ما يلحق يمشي كانت السنافر حصرته ونطت فوقه بسرعة وده علشان ما يسيبوش صاحبهم حتى لو غابوا ومكفرهم في عاجتهم وشرشبيل حاول يمسكهم بس برضو ما عارفش كل اللي هو عارف يوصله ورقة بعنوان شغل باتريك والسنافر فضلت تدايقه وفضله فوق التاكسي لحد ما باتريك وصل لبيته وسنافر بسرعة اتسلقه على شجرة علشان يشوف باتريك يطلع لان يشقه وباتريك طلع وقابل زوجته جريس وقال لها انه اخيرا اتراقف شغله واول ما سابه السنادي غابي كان هيطلع بس حس انهم هيشوفوه فنزل تاني بسرعة وشرشبيل وهو قاعد وفقد الأمل انه يوصل للسنافر لقاط بتاعه نزل الشعر بتاع السنفورة ففرح جدا لانه بشعر ده هيقدر يوصل لمكان السنافر بس كان محتاج لمكان يعمل فيه تركيباته السحرية وبالصدفة لقى جنبه بيت مهجور فكرر انه يعمله مقرر نفسه والسنفور غابي اخيرا لقى فرصة علشان يخرج من الصندوق بس لما خرج شاف خيال حد فخاف منه وفضل يرجع بظهره لحد ما ربس في الكلب ده اللي صحي وحالف انه مش هيسيبه الا ما ياكله بس غابي هرب منه بسرعة ودخل للحوض وحاس انه كده في امان ولما شاف صابون غسير اليدين فكروا عصير او حاجة جميلة فشرب منه وبالصدفة شغل الاستشوار والهوا بتاعه طيره فوقع في عين الحمام ولما حاب يطلع وقع تاني فمسك في المناديل وفضلت تكر معاه لحد ما دمر الحمام وجريس صحيت من صوت الكلب فراحت تشوف في ايه وفي نفس الوقت السنافر وصل للكارتونة وراحوا يشوفوا غابي بس ملاقهوش وحاسوا ان في حد ريع عليهم فنطوا في الكارتونة وقفروا على نفسهم وجريس شافت المناديل اللي في الحمام فقرفت من منظرهم بس اتصرفت وشالتهم وقبل ما ترميهم لقتهم بيتحركوا فخفته فضلت تصرخ وكمان السنافر فضلت تصرخ لما بترك فتح الكارتونة عليهم وهو جريس اول ما شاهد الغابي ده لبسته في الازاز وكانت لسه هتفعصه بس فضل يترجه انها ما تأذيهوش وهي استغربت انه بيتكلم زيها بس يعني فهمته انه مش مؤذي وحبته ودول لسه بيحاولوا يهربوا من باتريك اللي خايف منهم وبيحاول يضربهم لكن لما لاوا انه ما فيش فايدة هاجموا عليه وربطوا على الارض وكلهم وقفوا جنب جريس اللي دخلت وهي شايلة غابي وبتقول لباتريك ما تأذيهوش لانهم مسالمين مين اللي يازي مينو النبي دم رباطينه شباهر بتاعه قدامي كواهو وشرشبيل عمل موعدته السحرية اللي سمحت له انه يستخلص السعادة الزرقه من شعر سنفورة وبالنقطة اللي طلعها دي المفروض انه يقدر يقبض على السنافر اللي عايشين حياتهم مبسوطين جدا في بيت باتريك واجريس الامر دي اللي مبسوطة جدا بوجودهم وشايفهم حاجة في منتهى الجمال والسنافر طلبوا من باتريك انه يساعدهم في انهم يرجعوا للعالم بتاعهم تاني وهو طبعا مش مقتنع بالكل اللي بيحصل ده بس مع كده وافت وتاني يوم باتريك واجريس بيودعوا السنافر علشان يروحوا لشغلهم وبيطلب منهم انهم ما يخرجوش من البيت لكن السنافر بيقراروا انه يتسللوا من الشباك وبابا سنفورت بيطلب من الغابة انه يفضل في البيت وهم بينطوا على سقف التاكسي اللي باتريك فيه ولما بيوصل شغله بينادوا عليه فبسرعة بيروح يجمعهم ويحطوهم في الجاكل بتاعه وبسببهم بيتأخر واول ما بيدخل الشركة بيقابل مديرته في الشغل اللي بتعجبه على تأخيره غير ان باتريك كان عمال يتحرك بطريقة غريبة قدامها بسبب السنافر اللي شكلها بتزغزغه وهو كان بيغير فبيسيبها بسرعة وبيدخل لمكتبه وفي نفس الوقت الشرشبيل لسه بيبحث عن السنافر في كل مكان لحد ما اعرف يوصل لمكتب شغل باتريك عن طريق الورقة اللي كات وقعت من التاكسي وبيدخل شرشبيل للشركة وبيلقي واحدة كبيرة كات قاعدة تتصور ودي بتكون والدة مديرة الشركة وشرشبيل بتنتفاهم بيتنمر على شكلها على اساس يعني ان هو ملك جمال يعني المهم ان المديرة بتنديله الامن علشان يطردوه وشرشبيل علشان يخلع من الموقف اللي حصله ده بسرعة استخدم سحره اللي خده من شعر سنفورة على والدة المديرة فبيبدأ يتغير شكلها بالكامل لحد ما بترجع لكامل شبابها وجمالها من تاني والكل بيتفاجئ من اللي حصل وبيعجبه بشرشبيل وكمان المديرة بتمسكه وبتترجع انه يشتغل معها في الشركة وانه يستخدم سحر ده على منتجاتهم علشان يساعد في بيعها وقتها شرشبيل بيستغل الفرصة وبيوافق علشان يوصل لباترك اللي يعيني ما بقاش عارف يشتغل ولا يعمل اي حاجة بسبب السنافر اللي طهقه امه في مكان شغله ولكأنه اخد عياله معاه ولما بيزهق بيتصل بجريس وبيطلب منها انها تلحقه وتروح له علشان تاخد السنافر وفعلا بتاخدهم وهي مروحة في التاكسي السنافر بيشوفوا صورة تليسكوب شباه اللي بيشوفوا بيه الامر الازرق بتاعهم فبسرعة بينطوا من الشباك وبيجروا بسرعة علشان يوصلوا للصورة وجريس بتنزل تجري وراهم وهي كمان بتتصل بباترك علشان يساعدها وباترك بينزل علشان يروح لها بس هو في الطريق بيغبط في الشرشبيل اللي ماشي مع المديرة ولما بيسيبهم ويمشي شرشبيل بيفتكر انه هو ده الشخص اللي سنافر مشيت معاه فبيجري وراه بسرعة وبيرقبه وفي نفس الوقت السنافر ادخلوا المتجر علشان يبحثوا عن التليسكوب بتاعهم وجريس لسه طيره وراهم علشان تحاول ترجعهم وهو سنفور بيشوف التليسكوب اللعبة وبيفكروا هو ده اللي هم عاوزينه فبيطلع بسرعة علشان يجيبوا والناس بيشوفوا السنفور الغبي فبيفكروا اللعبة وبيفضلوا يحطوا على جهاز البركود علشان يعرفوا سعره وكلهم بيتخانقوا عليه ولما الغبي بيزهق منهم بيتكلم وقتها كلهم بيخافوا منه وبيغربوا من المكان ومن حسن الحظ ان باترك وصل وانقذ الغبي من الورطة دي بس للاسف شرشبيل كان وراه وشاف السنافر وحس انه اخيرا وصل لهم وكمان قدروا انه يقبض على السنفور الغطبان وفي نفس الوقت بابا سنفور بينجح في انه يوصل للتلسكوب اللي اعرفنا به بس للاسف كل اللي في المكان بيشوفهم وبيبدأوا يطردوهم علشان يفعصوهم وسنفور اوها بتهرب بتلاقي نفسها بقيت في وش الشرشبيل فبتلف تاني وبتحاول تهرب لكن شرشبيل بيحاول يشفوتها بقلة الشفط بس من حسن حظها ان القط هو اللبس في القلة دي بدلها وباترك لما بيشوفوا بيعكسوا الجهاز بتاع الشفط فبيطلع منه كل استنافر وكمان الشرطة بتوصل وهو بتوبط على شرشبيل لانهم شايفين انه هو السبب في كل المشاكل اللي حصلت دي وبالليل بابا سنفور وقف على سطح بيت باترك وفضل يستخدم التلسكوب علشان يبحث عن الأمر الأزرق ولما بيوصلوش لحاجة بيحسوا بإحباط غير انهم اصلا زعلانين من شرشبيل انه قدر يوصل ليهم وباترك لما شافوهم بالبقس ده كله قرر انه يفرفشهم واخدهم وفضل يشغلهم أغاني وفضلوا يعزفوا ويرقسوا وكمان جريس لبست سنفورة في ستان جديد وفرحت بيه جدا ودخلت بيها على السنافر وهي مكسوفة منهم وكلهم اعجاوا بيها في اللوك الجديد وباترك جاله رسالة من مديرته ولما شافها لقاها بتقوله انها وفقت على مشروعه وطلبت منه انه ينشر على صفحة الشركة ففرع جدا بكده هو ويجلس وهم ملاهيين بانبساطهم السنفورة الغبي بيفقد توازنه وبيقع على اللاب فبيحدد صورة الأمر الأزرق بدل المشروع ويأتي باترك بدون ما يأخذ باله ان السورية المتحددة ويرفعها على صفحة الشركة وبابا سنفور بيجمع السنافر ويقولهم انه مش قادر يحسب البوابة اللي هترجعهم هتظهر فين ولازم علشان يعمل كده الأمر الأزرق يظهر وبكده هيدطروا انهم يقضوا يوم كامل مع باترك تاني وفي السجن شارشابيل بيشوف راشا فبيأخذها وبيعمل عليها سحر وبيأمرها انها تجيب معاها مجموعة من الحشرات علشان ترجع وتهربوا وتاني يوم بيقف يستنىها توصل وقبل ما توصل بيلاقي اثنين رايحين له يعملوا له تشريفة السجن بس من حصن حظه ان الحشرة انقذته ووصلت له وهي معاها جيش ضخم من الحشرات اللي شلوه وتربوا لحد ما هربوا من السجن لفوسط اندهاج الكل وعند باترك بابا سنفور قال لهم انه هيقدر يشوف الأمر النهاردة بالليل بس محتاج ضروري انه يروح لمتجر كتب قديمة علشان يبحث عن تعويذة معينة المفروض انها هتساعدهم وقتها باترك افتكر انه عارف متجر للكتب القديمة وسنفور بتفرح جدا من الخبر ده وبينط فوق باترك ويفضله يزغزغ في تاني وفجأة السنفورة بتشوف أمر لونه أزرق معروض على شاشة في الشارع وباترك بيستغرب وبيروح يشوف ايه ده فبيلاقي مرفوع تبع شغل شركته فبيتصدم وبيحس ان مستقبله اتضمر وبسرعة بيفتح اللهب فبيلاقي انه فعلا بعد صورة تانية وباترك بيتعصب لما بيعرف ان السنفور غبي هو سبب غير انه كل السنفور برضو اتعصبت اكتر من السنفور غبي وتقريبا جابوا اخرهم من الغباء امه وبسرعة باترك بينزل علشان يحاول يتصرف ويعمل اي حاجة قبل ما الوظيفة اضيع منه وفعلا بيقدر يوقف الاعلانات وبيروح ومن التاح يقعد في مطعم ولما بيبص في جيبه بيلاقي رساله من جليس مراته وبتكون عبارة عن صورة اول طفل ليهم وهو متصور بجهاز الرنين فبيفرح واعصبه بتهدى وقتها يفتكر انه تعصب على السنفور ولازم يرجع علشان يعتذر لهم وكمان ياخدهم لمتجر الكتب بس للأسف اتأخر شوية او السنفور اللي استعجلوه لانهم خرجوا ومشيوا في الشارع وهم متخفيين علشان محدش يشوفهم ومشيوا كتير لحد ما وصلوا لمحطة المترو على امل انهم يوصلوا لأي متجر للكتب القديمة وطبعا طول الطريق مقابلهم بلاوي مش مصاعب والدنيا بقت شجالة تشيلهم وتهبتهم لحد ما اخيرا ادروا انهم يوصلوا للمتجر وبالصدفة ان شرشبيل هو كمان وصل عند المحل اللي جنب المتجر وبالصدفة برضو بيسمع واحد من المتجورين بيغني وغنية سنافر فبيستغرب وبيسألوا عرفتها منين فقالوا انه شاف كعنات صغيرة بتغنيها وهم داخلين لمحل الكتب ده وطبعا شرشبيل بيفهم انه يقصد السنافر وبسرعة بيروح وراهم لمتجر الكتب وفعلا بيلاقيهم وهو القط بتاعه وبيهجم عليهم بالعصية السحرية بتاعته وبيحاول يطردهم كثير بس بيقدروا انهم يهربوا منه فبيحاول يضربهم بسحر العصية بس بابا سنفور بيوصل وبيقدر انه يحميهم عن طريق انه بيستقبل السحر بالمراية فبيعكس مفقول السحر على قط شرشبيل وكمان المكتبة بتتقلب فوقهم وسنافر بتهرب عن طريق فتحة التهوية اللي في المكان وبابا سنفور بيطلب ما مفكر انه هو اللي يحضر الجرعة السحرية ويرجع الامر يخلي لونه ازرق ويفتح البوابة ويسيبهم يهربوا وبيرجع لشارشبيل علشان يعطلوا وفعلا شارشبيل بيوصل ويدروا بالعصية السحرية بتاعته والسنافر بتهرب وتركب على ظهر شوية حمام وبيرجعوا لبيت باتريك وبيطلبوا منه انه يساعدهم انهم ينكزوا بابا سنفور وفي نفس الوقت باتريك بيجيلوا اتصال من مديرته في الشغل فبيعرف انها ناوية تطرده بسبب الغلطة بتاعته ويعتذر لها عن اللي حصل قبل ما تتكلم ويقولها انه مش مهتم بترضها لي وانه هيبحث عن وظيفة تانية وبالنسبة لشارشبيل فقرر انه يستغل كل شعرية من بابا سنفور وفعلا بدأ يحلق له دقن وهو يستخدم شعر الدقن في انه يعمل بيهم منطقة سحرية وفعلا بتنجح وبتكون قوية لدرجة انها بتدمر المكان وكمان بابا سنفور بيشوف الافاصل اللي كان شافهم وهو بيشوف المستقبل ووقتها بيتأكد ان شارشبيل هيقدر يقبض على باقي السنافر ويحبسهم هما كمان وبنروح لبترك ومعا السنافر وكلهم قدروا يوصلوا للمكان اللي شارشبيل فيه ومفكر سابهم وفعلا راح يحضر التعويزة وفعلا قدروا ان يحول الأمر لللون الأزرق والناس كلها بتشوفوا وبتنبهر من شكله وجماله وكمان البوابة للعالم بتاع السنافر بتتفتح وشارشبيل بيسمع صوت السنافر بره ولما بيخرج فعلا بيجاهم كلهم متجمعين عند القلعة فبيفرح لانه بيفكر انه خلاص كده هيقدر يحبسهم كلهم بس ما قدرش يعمل كده لان السنافر كانوا مستعدين للحرب ومجهزين نفسهم لكل الاحتمالات وفضلوا اضربوا بالبيض وكمان فواكه مغرقينها شوك وفضلوا اضربوا فيه كتير لحد ما بيقوا على الأرض وفي نفس الوقت سنفورة نزلت لبابا سنفور علشان تنقذوا بس القطة بيكون موجود وبيلجم عليها لكن ده اغباء من غابي واخره فاضي وسنفورة بتقدر انها تهرب منه وتحاول تحرر بابا سنفور وبالنسبة بقى لشارشبيل فسنافر لسه بتحاول التعلم عليه فبيتعصب منهم وبيجمع كل قوته وبيعمل اعثار قوي بعصايته السحرية وبيقدر انه يجمع كل السنافر بيه بس سنفورة قدرت انها تنقذ بابا سنفور اللي اول ما خرج بدأ يدفع عن السنافر وعارف يشتت شرشبيل اللي قدرت انه يكتفه بقوة العصاية السحرية بتاعته لكن باترك بيوصل في وقته وقدرت انه ينقذه وكمان السنفور اللي اسمه قوي قدرت انه يسرق العصاية من شرشبيل وخلع بيها بس للأسف وقت في ايد السنفور غبي وااه من السنفور غبي واللي بيعمله بس من حسن الحظ انه المرادة زبطت معاه ودرب شرشبيل بيها وبالصدفة مش بكيفه على فكرة المهم ان شرشبيل طار ويقع في الزبالة ولما حاولوا انه يقوم جالوا قطبي السياحي فاخر وسفلته ومن جميل المنظر القط بتاعه فضل يضحك عليه والسنافر كلها احتفرت بالسنفور غبي اليعني علشان هو اللي انقذهم لا وكمان كلهم اعتذروا منه لانهم اليعني برضو ظلموا وبابا سنفور وسنفورة بيودعوا باترك وجريس علشان اخيرا هيرجعوا لقريتهم وفعلا بيسيبوهم وبيرجعوا عن طريق البوابة اللي فتحوها ومديرت باترك بتتصر عليه وبتقوله انه مش مفصول وكمان اترقى وبتشكره على انه اتنبأ بلون الامر الازرق وان ده كان سبب في ان اعلانهم يكسر الارقام اللي القياسية مش ينجح وبس وطبعا باترك بيفرح بكده جدا هو وجريس